سلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع وتقبل الله طاعتكم حياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات غربان في رمضان واللي اتكلم فيه كل يوم عن سيارة وسيارتنا اليوم مرسيدس ومن اللي ما يعشق المرسيدس ومن اللي ما يعشق مغامرات المرسيدس حتى لو سوت شي غلط الا ما تصحح هالغلط وسيارتنا اليوم هي الاي كلاس واللي نتكلم فيها اليوم عن الجيل الرابع واللي صار عليه فيسلفت او تغييرات منتصف العمر واللي بتكون ضيفتنا اليوم وقبل ما ادخل في حلقتنا احب اني اشكر الشركات اللي معانا في هالموسم واكيد الرعاة اللي تابعوني من عشر سنوات واكثر من عشر سنوات راي يعرفون لما انجربت السيارة هذه الجيل الثالث منها في دبي والملاحظات اللي كنت حطها على هذه السيارة وفي الالفين واحد وعشرين وبالخصوص بعد كورونا ومع الجيل الرابع المرسيدس غيرت السيارة كليا عطتنا سيارة بتنافس اشهر سيارة في الفئة هذه اللي هي الفولسفاغن الغولف الجي تي اي بالتحديد واللي حاولت الكثير من الشركات انها تنافس في الفئة هذه ولكن في الاخير تطلع الغولف في المركز الاول المرسيدس نافست في الفئة هذه اللي تعتبر من اهم السيارات اللي موجودة في اوروبا واللي يعشقون السيارات اللي تكون صغيرة وكمباكت وتدخل في اي مكان وتشيل دبتها اللي تبي واسعة اكثر بشكل كبير من سيارات السيدان او الصالون وعملية واقتصادية وتعيش سنين طويلة طلعت السيارة هذه وقالت احنا بنحط جميع الفئات جابت لك من المحرك الضعيف الى الامجي الفورتي فايف اس اللي كسرت روس كثير من السيارات في الحلبات السيارة هذه الجميلة واللي كانت ضيفة حلقة من حلقات يوسف شو واللي تكلمت عنها بشكل مطول سواء للأعضاء المنتسبين او في القناة العامة فعلا ابهرتني المرسيدس في السيارة هذه والتغيرات الجديدة الفيسلفت اللي صار على السيارة هذه صار احلى خلى السيارة فعلا اجمل غيرت مقدمة السيارة راح نشوف شبك امامي جديد ركزت المرسيدس الفترات الاخيرة على شعار النجمة تلقاه في كل مكان الاضاءة صارت حادة صارت تتركز بشكل كبير على المقدمة اللي تسميها مقدمة الشارك لما تشوف سيارة المرسيدس جاية تحس كانها بتعضك كانها راح تاكل او بتهجم على فريسة هذا الشكل اللي الناس تحبه ان يكون الشكل عنيف فنقدر نشوف ان غيرت ملامح السيارة بشكل مدروس وشكل جميل او خلونا نحطها باختصار خلت الحلو احلى لو تشوفها من قدام متغيرة لو تشوفها من الجنب في تغييرات الجنود الرنقات في تغييرات من الخلف نفس الشي في تغييرات لو تدخل داخل السيارة نفس الشي راح تشوف ان صار عندك ستاندرد بيكون فيه شاشتين شاشة سائق وشاشة للتحكم في الريديو والاشياء الاساسية او عندك الشاشة اللي بتكون كبيرة واللي عرفناها من المرسيدس بتكون عندك الاضاءة المحيطية وتكون عندك التحكم في التكييف ورح يكون عندك جميع انواع المواد اللي تبي تستخدمها داخل السيارة هذه سواء كانت اقمشة او الجلد الصناعي او الجلد الطبيعي خلتلك بعض الاشياء اللي صارت ستاندرد في السيارة هذه مثل وسائل السلامة اللي تمنع الاستدامة الامامية لا سمح الله او السكان اللي صار جلد بصفة قياسية بدل ما يجيك مثلا بمواده تكون ربر لمسة حلوة من المرسيدس تقول لك ترى انت راكب مرسيدس فيما يخص التكنولوجيا اكيد ان المرسيدس تعيد النظر في كل التكنولوجيا اللي موجودة في سياراتها وخصوصا مع الفيسلفت فرح نشوف انها حدثت التاتش اللي موجود في السيارة حدثت الابل كار بلاي الاندرويد اوتو رح يشتغل معك بالسيارة هذه لاسلكي تقدر انك تفتح سيارتك عن طريق موبايلك تنزل الابليكيشن ما يحتاج انه يكون معاك المفتاح تقدر تعرف سيارتك وينه فيه تقدر انك تنزل في الابليكيشن لما يكون في موبايلك تقدر انك تستخدم الخدمات حقتهم اللي لما تنادي المرسيدس ما ودي اقول يمكن في بعض الاشخاص يسمع داخل سيارتك فرح تستجيب التحكم في التكييف التحكم في السيارة تشغل اللي تبيه تقفل اللي تبيه ابداع من المرسيدس في السيارة هذه بنفس الوقت التغييرات اللي صارت على السيارة هذه في المحركات فرح نشوف انها اضافت لها الانجن ستارتر او اللي شغل المحرك بطريقة كهربائية بحيث انك ما تحس بحركة اهتزاز المحرك وبنفس الوقت يطفي لك المحرك لما انت ما تحتاجه فرح يكون فيه محرك صغير المايلد هايبرد وانت ماشي اول ما تمسك بريك فممكن انه يطفي المحرك بدون ما تنتبه وتبدأ تمسك البريك ويبدأ يشحن البطاريات اللي بتكون موجودة في السيارة هذه او لما تكون واقف هتفضل يتكفل المحرك او يطفي المحرك وحتشتغل على المحرك الكهربائي اذا جيت الدوس فرح يكون عندك المحرك الكهربائي رح يساعد المحرك التقليدي او البنزين خلنا نقول في قومة السيارة طبعا عندك بيكون القيور سبع سرعات وثمان سرعات وبيكون فيه دابل كلتش فلو بنشوف مثلا المحرك الجديد اللي هو الاربع سيلندر اللي تسميه المرسيدس الـ 250E فرح يكون حجمه صغير ولكنه اربع سيلندر 1300 سيسي او بالتحديد 1.33 رح يعطيك مع المحرك الهايبرد او الكهربائي 218 حصان و450 نيوتن متر العزم طبعا بيكون العزم لحظي ولكن المحرك البنزين رح يعطيك تقريبا 250 إلى 300 نيوتن متر العزم ومربوط مع غير ثمان سرعات دابل كلتش طبعا اكيد بيكون الهايبرد بيكون المحرك الاربع سيلندر بيكون تيربو لو ناخذ المحركات التقليدية اللي بدون المايلد هايبرد الـ 200 رح يكون نفس المحرك اللي هو الـ 1.3 تيربو لكن رح يعطيك تقريبا 163 حصان و250 نيوتن متر العزم وتصارع من صفر إلى 100 في ثمان ثواني بينما الـ A250 رح ياخذ المحرك الأكبر اللي هو الـ 2 لتر بيكون تيربو رح يعطيك 224 حصان و350 نيوتن متر العزم وتصارع من صفر إلى 100 في 6.2 وطبعا كلهم بيكونون السبع سرعات دابل كلتش طبعا تقدر تاخذ السيارة هذه الـ A250 سواء كانت دفع عمامي أو دفع رباعي لتسمي المرسيدس الفورماتيك ورح يعطونك نفس التسارع لو تطلع للـ AMG رح تشوف الـ A35 الـ AMG الفورماتيك رح يكون عندك المحرك الكبير اللي هو الـ 2000 سي سي بيكون تيربو رح يعطيك 306 حصان و400 نيوتن متر العزم وبيكون مربوط في جير ثمان سرعات دابل كلتش وتصارع من صفر إلى 100 في 4.7 ثواني لو تطلع للـ A45S اللي بتكون هاتشباك فقط بينما الـ 35 تبغيها صالون أو السيدان أو الهاتشباك عندك الحرية فنشوف الـ A45S الفورماتيك نفس المحرك اللي هو الـ 2 لتر تيربو 421 حصان و500 نيوتن متر العزم واتصارع من صفر إلى لمية في 3.9 ثواني السيارة هذه وحش بكل ما تعنيه الكلمة طبعا القير بيكون ثمان سرعات دابل كلتش وإذا رح تسأل عن السلامة والأمان في سيارات المرسيدس فأكيدنا من حقك ما في سيارة فوق القانون السيارة هذه نجحت في اختبار التصادم الأوروبي وأخذت خمس نجوم فالسيارة هذه فيها أمان جدا عالي سواء الأشياء اللي تمنع الاستدام أو الأشياء اللي تنقذك لا سمح الله في حالة الاستدام أو بعد الاستدام مثل الإيرباكز اللي بتكون موجودة أو قطع البنزين عن المحرك علشان لا سمح الله في بعض الأشخاص مع الحوادث ممكن يغمى عليه فهذا تكون هزاكم الله رجل على البنزين فممكن بسبب حوادث أخرى يضر نفسه ويضر الآخرين فالسيارة هذه رح تقطع البنزين عن محرك السيارة السيارة هذه أخذت جوائز عالمية من ناحية التصميم من ناحية العملية من ناحية الأداء من ناحية إبداع المرسيدس في السيارة هذه والمرسيدس قاعد تهدد الآخرين لدرجة أنها تقول أنا رح أركز في السنوات القادمة على سيارات اقتصادية رح أطلع سيارات اقتصادية وحن نتكلم على الأي كلاس تعتبر هي السيارة الاقتصادية في سيارات المرسيدس وهي الانتري لفل أو أول سيارة ممكن تفكر فيها إذا أنك مالك السيارات تقليدية أو سيارات اقتصادية وتفكر أنك تشتري سيارة المرسيدس فأكيد الأي كلاس بتكون أول خيار ممكن أنك تفكر فيه عندك السيدان أو الصالون وعندك الهاتش باك اللي تبغاهم أو اللي تناسب احتياجك بتكون موجودة وأسعارها بتكون في متناول خلنا نقول الأغلبية إذا يفكر أنها يدخل في عالم المرسيدس واللي أكيد أنها رح يبلش ويدخل فيه مجال ويخليه ينسى السيارات الثانية أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم ونشوفكم إن شاء الله غداً في حلقة جديدة من أغلبان في رمضان وفمان الله ترجمة نانسي قنقر